مانوكين من تسديدها حلوة أحرازها باسل متحت لعلى مقاعد البودلاء وفي نفس الدقيقة استطاع المنتخب الروسي إحراز الهدف التالي إذن هي بروفة قوية كابتن أحمد الكاس بيحاول يعمل تبديلات مغير تسع لعيبة بيلعب بسكوات تقريبا جديد عن مباراة لفاتح فنتمنى التوفيق لمنتخباتنا بتستعد هذه كرة حلوة تقطعت كويس قوي ممكن نسدد يلا بيلعبها أخر شوية يا راجل قوة أخر شوية أنا طبعا شفت المرارة اللي فاتت يغلب على أداءنا شوية الطابع الفردي في اللعبة إبراهيم عمر سددها لكن على طول الحكماء والشعراء الأسكندرية طبعا قادي على طول آدم لكن خد بالك يا آدم هيعدي منه بيعدي على طول وهيلعبها خطرة لكن برافو للعيبة كان ديميد فارفونوف امطلاقها كده وركنية الأولى لمنتخب روسيا تاني لإلدار هيلم وماشي انطلاقها وبلعبها طويلة عالية لوحده خالص ناخد بالنا بيريحها لكن برافو بيراها كويس قوي برافو أنس من جديد المنتخب الروسي بيضغط حاول يحرز هدف كان تقدم اتنين بص بقى هنا في مهرات كورة ياخدها من جديد بوكدان طويلة يا دي بقى اللاعب إليا إليا عايزي لهم خب بالك لم كويس قوي خطرة 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 وبلعبها كويس جلة يعني لعبها كده ألاشها ألاشها كده الحمد لله لأن اللاعب أهو رقم عشرين راجع ديمتري بيدونين بص الكرة أهو قادي إليا بيعد كويس قوي وسابه كان لازم يعني ما يسيبوش محمد شريف كان يبقى معاه ما تسيبوش كان تقفل عليها محمد لكن على طول بيلعبها وقادي انطلاقة وعلى طول بياخدها ماشي ديمتري بيلم وبيلعبها طويلة بتاعتك يا عمر ما تعديش لكن لسه فيها خطورة بيعدي خطرة خطرة عمر برافو عمر بيتصدى لها حلوة قوي وبيطلحها من جديد عمر وكان معاه كذلك العدوي برافو لكن منتخب روسيا ما زال أخطر مننا من الدول المميزة جدا في أنا بيت كان بيقول يعني مقيد ستة وستين ألف لاعب في مصر طبعا ستة وستين ألف إيه ده احنا يعني في رمضان في بعض الأحياء بتلاقي ستة وستين ألف واحد بلعبه كرة في الشارع يعني شبرة بقى ومصر قديمة والجيزة وكلام يعني فطبعا عدد قليل جدا جدا نتمنى تشجيع اللعيبة والمواهب وفيه سبعة وعشرين طاقم يعني الاكتشاف المواهبين لسه الفرصة يا شباب اللي بسمعنا نتمنى نشوفكم ان شاء الله بقميص منتخبنا الوطني هذه بلعبها الزغبة لكن ضعيفة وروسلان بتشينكو بيعمل بقى يعني بيعطل الملعب دخل بقى لك يا إبراهيم عطل الملعب الزغب بلعبها لكن كانت ضعيفة روسلان بتشينكو حارس المرمى بلعبها على طول لرافاييل روسيا بهدف لكن هم عندهم المانتومان عالي قوي كل لاعب مع لاعب عندهم صرامة طبعا وانضباط تكتيكي واضح ايه دي يا عطل بتتلعب هيلعبها تاني ايه يا سلام لما حلوة حلوة برافو هيلعمل جوة لكن بيلعبها البر على طول وبيلعبها حلوة ممكن تعدي لسه فيها خطورة توقيفها حلوة وعايز يعدي يا رجل لوحدك يا ديجوي ديجوي ياخدها كويس ودخل منطات الجزاء برافو يا ديجوي لكن بص بيفكر في ايه انت الكابتانو يا حمزة لازم تفكر فيه يعني زميلك والتيم لسه هيتعلمه لكن عدة كويس لكن في لعبها قادي الزغبي مش لحد تطلع تاني بس من جديد نستعدها يلا الكرة يلا يا انس ممكن تلعبها هنا يا انس معاك معاك كريم جمعة يا راجل لكن هتروح ركنية التالتة في تدريب له اعتقد كثير من الشامع يصفر فعلا فعلا صفارة نهاية احداث الشوت الاول اللي انتهى بعمر العدوي وكذلك كريم جمعة وبينزل اتنين لعيبة منهم باسل متحت يسدد كويس عنده ثقة هنشوف باسل هيعمل ايه باسل متحت رقم خمسة وعشرين ومعز هادي بقى شو بقى يعني الهتفات الجميلة من الجالية الروسية اللي بتسعد بشمس مصر ودفقها بيشجعوا طبعا منتخبهم شيء عظيم الانتماء شيء جميل لكن نتمنى بقى في الجبهة اليسرى على طول يلا يا ادم ادم ماشي وبلعبها على طول ليه علي محمد علي بلعبها لكن على طول رسلان رسلان سهلة سهلة على طول بيطلحها علي علي وهد انطلاقة يلا يا زيزو يلا يا زيزو ممكن يلعبها ممكن لكن على طول بوكدان يطلحها ركنية من جديد عبدالعزيز الزغبي كان عدى في واحدة كده في غفلة من دفاعات روسيا بص الكرة قلت له في شوط الاول كمل اهوف مع بوكدان وعدى منه كان ممكن لعبها احسن من كده لكن بيلعبها كده اعتقد عايز تروح بيها فين عايز تخش بيها الجول مش هيسيبك بوكدان مش هيسيبك بص الكرة كانت عايزة تتلعب على طول يتعد منه يتحطها مرة واحدة لكن انت بتعمل ايه لكن طبعا هيتعالي خمس ركنيات لروسيا وخمس لعيبة في منطقة الجزاء منتخبنا ناخد بالنا طويلة عالية وبتعدي وبيلعبها لكن تروح على يمين القائم الايمن لعمر عبدالعزيز تبيرات كده وتبديلات قد انطلاقة حلوة باسل بيلعبها على طول وهذه انطلاقة للمنتخب الروسي عامل زداء عادية فيها خطورة بيعدي لكيمراب بيتلاحها على طول علي محمد كذلك تم تبديله ودخول محمد حمد هذه انطلاقة من الجبهة اليمنى الخطيرة للمنتخب الروسي كريم بيلعبها على طول هذه بيعدي كويس مهند بيلعبها للزغبي عادة كويس يلا يا زمان يا راجل حطها لكن فوق الزغبي عادة كويس وعمل السيست جميل ما تخبيش نفسك هتيجي يعني هتيجي بص على طول ضاعت من محمد حمد لكن براف كابتل الكاسي يقول لك يا راجل خلاص هبط من رجلك لعبها كويس قوي بص بقى التعادية والمهارة المصرية من عبدالعزيز وبالعبها كويس قوي لكن مش محتاجة قوة يعني عايزة حنية عايزة بس كده يعني ركنة بسيطة تبقى جوة الشباك الروسية تبديل من جديد هينزل رقم شباك ادهم هيعمل ايه قاد انطلاقة ياخدها من جديد ميخايل خطرة لو عدت خطرة تيجي في القائم القائم والله برافو عليك القائم لمرمى عمر عبدالعزيز القائم الشمال تعطف معنا تماما تماما ويعني استطاع القائم انه هو يصد اللعبة دي بص عدت 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 منك كان لازم ياخد باله لان الكرة عدت كده من مهند وعلى طول بيلعبها اللي قلت لعيب خطير جدا جدا لكن القائم الشمال نشكرك عشان كده تحس ان الهجمات على طول في اتجاهنا او في اتجاه المنتخب الروسي اه دي على طول انطلاقة ممكن يلعبها فرصة لكن ايه تسلم تسلم كان ممكن منتخبنا يحرز اول الاهداف لكن بدأ دي التبديلات تؤتي بيسي ماري ادي مهند اللي اضع فرصة يعني ما اضعش لكن هيتعلم دي الكرة التسلل بتاعت مهند لكن عمل شكل كويس مهند بالشقيق نتمنى كل التوفير لمنتخبنا وكل المنتخبات العربية ادي انطلاقة خطرة جدا جدا خد بالك لكن الحمد لله عدت الحمد لله عدت ادي بقى الانطلاقات اللي بيعملها المنتخب الروسي وقم سبعة اللي قلنا عليه ناخد بالنا من فديم شيلو ادي انطلاقة حلوة الجبهة اليسرى كويس قوي يلا انطلاقة يلا ممكن حلوة 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 هو ده الكلام الجميل يا سلامة عن الانطلاقة يا سلامة عن اللعبة الحلوة يا سلامة عليك كابتن احمد الكاس وتبديلاتك الجميلة برافو يا ولاد بص الكرة حلوة في الجبهة اليسرى يقولك طبعا منتخب الروسي الجبهة اليومنا عاملة شغل لكن مهند اعتقد مهند اللي عملها واللي ايه هنشوف لان احنا قلنا ان منتخبنا بيقدر انه هو يعمل تعديل جميل جدا جدا في الهجابات المعاكسة والضحكة الحلوة يعني من كابتن احمد الكاس تستاهل يا كابتن كاس بيقول له انا قلتلك روح في الشمال يا بلال وعلى طول التهنية هنشوفها من جديد ونستمتع به الهدف المصري الفراعنة يعودون في اللقاء الجميل اهو بس مهند عده وبالعبه هو واع ويا سلام هنشوف بقى بلال بلال والله خلصها يا سلام يا بلال على طول التبديل الناجح لكابتن احمد الكاس خدها بيمينو وحطوها بشماله حلوة حلوة هاتها من الشمال السيست جميل لي بلال المنتخب الروسي بيحاول برافو يا عمر بيقبض تايده بيتلاحها على طول ويكمل عليها ياسين لرمية تماث المواهب طويلة عالية يتلاحها تاني معاز ترجع من جديد ضغط باديم بيلعبها وبيلم ناخد بالنا خد بالك حسب ايه ركل الجزاء حسب ركل الجزاء كابتن الشام القاضي مش عايزين الاعتراضات خلاص يا شباب كابتن الشام شايفها الاعتراض لن يجدي نتمنى لعبتنا كده من الصغر يتعلموا ان ما فيش اعتراض على الحكم ادى بطاقة ليه باسل متحت نهل البطاقة الاولى في اللقاء باسل كابتن الكاس طبعا كان عايز اللقاء يكمل فاديم اعتقد فيها كلام يا كابتن هشام يلا عمر يا عمر مع الجماهير بنقول وفاديم وعمر فاديم سبته سبت عمر سبته ووضحها على يمينه وهياخد بطاقة لخلع القميص عايز ياخد صورة طبعا من واحد صاحبه ولا برياته ولا ايه لكن كابتن هشام قال له تعال يا حبيبي هتاخد بها بطاقة لكن فاديم انا قلت افضل لاعب في المبارا الاولى فاديم على طول يحرز هدف باديمشي لوف من ركل الجزاء حطها على يمين عمر عبدالعزيز عمل في انت كده وموه عمر وحطها واحد واحد يتعادل اهو بص سبت عمر عبدالعزيز اهو سبته سبته خلاص وحطها وزمالك وإسماعيلي والتحاد كل التوفيق طبعا لكل انديتنا وهذه انطلاقة من الجبهة اليسرى خد بالك من هذا اللاعب ميخايل لكن عمر عمر يا سلام يا عمر تاخد بالك منتخبنا عنده الفرصة لإضافة هدف تاني وبالعبه حلوة حلوة والقائم اليمين القائم اليمين لعب مع روسيا يعني زي ما القائم الشمال لعب معنا في اللعبة الحلوة بتاعت فاديم هنا القائم بيتعاطف بيلعبه حلوة حلوة ياه مهند الشامي كاتمونك كاتمونك رايحة وعدت من روسلان بتشينكو ديها التالتة من وقت المحتسب بدلا من ضاع وقت انطلاقة حلوة ممكن وبيلعبها لكن على طول روسلان بتشينكو لسه فيها خطورة يلا رجالة حلوة الكرة بيلعبها ليه رقم تسعة لسه نازل حلوة يا ولد العيب حلوة حلوة يا سلام حلوة حمزة محمد كان لسه نازل مكان إبراهيم عمر لكن على طول رقم تسعتاشر سيركيس موجود في المكان المناسب حلوة الكرة بص الانطلاقة بلال وبيتشينكو وبتروح تدخل طبعا بيلعبها لورا من الترائف يعني بيلعبها للخلف بص بقى على طول كان ممكن يلعبها على طول برافو برافو حمزة لكن الأفضل منها كان سيركيس بيتلاحق لسه رجالة ممكن وبالعبها بدماغه يعني لان بيتشينكو يمسكها وهيبدأ بها هجمة ناخد بيالنا إلى نهاياته وفعلا يطلق حكمنا كابتن هشام القاضي صافرة نهاية أحداث هذا الشور أحباتي وصحباتي ترجمة نانسي قنقر